حزب الأصارات والمعاصرة والاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015 هو الموضوع الذي حل نائب الأمين العام الحزب إلياس العمري لمناقشته في طار الملتقية التي تبرمجها وكالة المغرب العربي الأنباء مواكبة لاستحقاقات الانتخابية المقبلة مساهمة حزب الأصارات والمعاصرة في المشهد السياسي الوطني جاءت ضمن محاور مداخلة نائب الأمين العام والذي أكد أنه لا يمكن التحالف عملاً يختلف مع الحزب إيديولوجياً إلى حد التنقض مشيرناً أن الموقف الإيديولوجي يختلف عن الموقف السياسي حزب الأصارة والمعاصرة كما سبق قلت جاءت ضرورة موضوعية وتاريخية للمساهمة في المشهد السياسي وقلنا للمساهمة في المشهد السياسي وليس لنفي الآخر من المشهد السياسي ولكن قلنا بأننا سكرياً أقول إيديولوجياً لا يمكن أن نتحالف مع من يختلف معنا إيديولوجياً إلى حد التنقض إلياس العمر تطرق إلى طموحات حزب الأصارة والمعاصرة وأهدفي على مستوى الموعد الانتخابي المقبل حيث أشار إلى أن الحزب يتزم تقديم مرشحين في جماعي الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات الجماعية المقبلة مبرزاً أن مجموعة المرشحين ما في ذلك الغرف المهنية والمجالس الجهوية يقدر بحوالي 32 ألف أنا نفروض فيها كرئيس اللجنة الوطنية الانتخابات بمعيات مناظرة ومناظرة الحزب أنه قبل شهر 8 يخص يكونوا عندي غير الجماعية يخص يكونوا عندي 27 ألف مغربي نائب الأمين العام لحزب الأصارة والمعاصرة دعا لجيل جديد من الحقوق الفردية وإلى فتح نقاش عمومي بهذا الخصوص وذلك بحكم التجربة التي راكمها المغرب على السعيد الحقوقي والتي ستساهم في تمتعي كل السكان لحقوقهم كاملة لكن مع الاحتكام للمؤسسات راكمنا كثيراً لذي يؤهلنا الآن عكس ما جاءت به الحكومة ومننا نكون صادقان يؤهلنا الآن بأن ننتقل لجيل آخر من الحقوق أن ننتقل لجيل آخر من الحقوق على الأقل إذا لم ننتقل بالنصوص القانونية سننتقل بفتح نقاش في فضاءات عمومية على هذه الحقوق وفيما يتعلق بإعادة ثقة الناخبين أكد على أن هذه المسئولية يمشترك بين مختلف مكونات المشتمع خاصة وسائل الإعلام والأحزاب السياسية وصنع الرأي الذين يتعين عليهم المساهمة في استعادة هذه الثقة